على وقع أحداث الاثنين الماضي في محيط اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني إجراءات جديدة تعاهد بها المجلس الانتقالي العسكري أهمها فتح تحقيق في تلك الأحداث رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان شدد على محاسبة من تثبت مسؤوليته عن أحداث فضل الاعتصام تم توجيه النيابة العامة للتغصي والتحقيق في هذه الأحداث وستتم الاجراءات الغانونية اللازمة بأعجل ما يمكن وفيما يتعلق بالعملية السياسية والمباحثات مع القوى السودانية أكد البرهان على أن المجلس منفتح على تفاوض لا قيد فيه غير إعلاء مصلحة السودان ونحن في المجلس العسكري نفتح أيادنا لتفاوض لا قيد فيه إلا لمصلحة الوطن نكمل من خلاله التأسيس للسلطة الشرعية التي تعبر عن تطلعات ثورة السودانيين بكل تنوعهم تصريحات البرهان تزامنت مع إعلان لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بتجمع المهنيين عن ارتفاع حصيلة قتل الاثنين الماضي إلى ستين قتيلا فكانت الحصيلة السابقة أشرت إلى سقوط أربعين قتيلا في أحداث الاثنين الماضي ترجمة نانسي قنقر